الحكومة البريطانية تنفق ألاف الجنيهات لتقديم مشورة للحكومة البحرينية في بحث كيفية إبقاء المواطنين تحت الإقامة الجبرية الكلام يعود لصحيفة مورنينينجستار البريطانية التي تناولت الموضوع في تقرير مفصل وقالت الصحيفة أنها يمكنها الكشف عن أن الدبلوماسيين رصدوا مبلغ 300 ألف جنيه استرلين تقريبا لتمويل رحلة ثمانية مسؤولين من البحرين إلى إنجلترا حيث قاموا بجولة في المحاكم ومراكز المراقبة موضحة بأن الهدف من هذه الرحلات تشجيع البحرين على استخدام بدائل لأحكام الحبس لأن المملكة الخليجية لديها واحدة من أعلى نسب الأشخاص وراء القطبان في الشرق الأوسط لكن الصحيفة أوضحت أن نقادا يعبرون أن الخطط كانت مضيعة للمال بعد أن أيدت محكمة استئناف في البحرين عقوبة قاسية بحق أكبر ناشط في مجال حقوق الإنسان في البلاد الشهر الماضي في إشارة إلى رفض السلطات للإفراج المبكر عن نبيل رجب مقابل قيامه بخدمة المجتمع مشيرة إلى أنه لا يزال في سجن شديد الحراسة وصحته متدهورة ولفتت الصحيفة إلى أن الحكمة جاء بعد أشهر فقط من قيام مسؤولين من البحرين بجولة في أشهر المحاكم البريطانية كما بيّنت أن الحكمة جاء بعد أنقض قضاة من البحرين أيضا وقتا في المحاكم في ليفربول فيما تم السماح لمسؤولين من وزارة الداخلية بالوصول إلى مكاتب المراقبة في مدينة مونشستر ومدينة ليفربول ومن جانبه انتقض الحقوقي البحراني السيد أحمد الوادعي الزيارات التي كشف عنها فريقه من خلال طلب حرية المعلومات وقال السيد الوادعي للصحيفة أن هذه الوفود التي تمولها بريطانيا من وزارة الداخلية والعدل في البحرين أسفرت عن احتجاز سجناء سياسيين بارزين بضرائع كاذبة وتم استبعاضهم من تنفيذ الأحكام غير الاحتجازية